الرئيس أيضاً تحدث عن مشروع حياة كريمة والحياء أنه مشروع حياة كريمة هو المشروع الأهم في تاريخ مصر الحديثة لأنه بيفتح شرايين هذا البلد بيعمل على توطين التنمية ما معنى توطين التنمية؟ أن التنمية دي ما تبقاش حكراً على أماكن عواصم بعينها أماكن حضرية بعينها بالعكس ده بيفتح شرايين الريف التي لم يقترب منها أحد العقود من الزمن بيدخل فيها بيصلحها بيحسن أحوال الناس مش بس أحوال الناس البنى ولكن أحوال الناس الاقتصادية بيقدم لهم مساعدات بيقدم لهم يعني مشروعات صغيرة ومتوسطة فكل ده في مشروع حياة كريمة اللي أظن أنه أهم مشروع مائي يعني هذا مشروع الحقيقة فعلاً خلال ثلاث سنين لما حياة يعني إحنا بنتكلم في كام؟ 58 مليون مصري تتحسن يبقى عندهم مياه نظيفة يبقى عندهم صرف صحي يبقى عندهم بيوت محترمة يبقى عندهم طريق مش طين مش لما المطر أتمطر يبقى العيال بتقع فيه وهو رأي حين المدرسة حياة آدمية بجد وحياة كريمة بجد أنا عايز أقول لكم أن الخطة اللي موجودة بتاعت حياة كريمة اللي مرصد لها 600-700 أو يزيد المفروض ده الموازنات السسمارية للوزارات الدكتور مصطفى لمدة عشر سنين يعني الكلام ده كان ممكن أن يبقى لهم فقدة يتم تحقيقه خلال عشر سنوات قادمة عشان يحقق أمراضه إحنا مصررين إن إحنا نحققه خلال الثلاث سنين دول اعتبرا من النص السنة دي والمدة الثلاث سنين ينفق 600-700 مليار دول بالمناسبة المصار هنا شامل المواجهة هنا مش المواجهة هنا حسمة قوي تصوروا إن إحنا في مصر إن شاء الله خلال الثلاث سنوات القادمة دول إن إحنا نقدر نحول حياة 58 مليون مصري وحاخد حاجة يعني كأمثلة ده ما نيجي نتكلم على إن إحنا كان عناصر الصرف الصحي في مصر أو في الريف يعني كانت 12% وبقت حاجة في 30 دكتور مصفد لقتي 38 يعني فاضل 62% كنا ممكن نخدهم بقى في 10 سنين إحنا مصرين إن شاء الله إن إحنا خلال الثلاث سنين دول يبقى ما فيش حاجة اسمها إلا صرف صحي يليق بالأمين الكلام ده بينطبق أيضاً على حجم المدارس وحجم المستشفيات والخدمات المحلية اللي بتقدم وبقية الأنشطة اللي الدولة مسؤولة عنها داخل الأربعة تلاف وخمسمائة قرية اللي إحنا بنتكلم عليهم أنا ما عرفش يا ترى التقرير القادم هيقدر يرصد حجم التحول الهائل ترجمة نانسي قنقر